بعد مشورة ومباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيانة رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتومة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تعديل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتضمن التعديل تعيين معالي الشام بن تسهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع وتعيين معالي الشيخ سالم مخالد القاسم من دوب الدولة لدى اليونسكو وزيرا للثقافة والشباب وأيضا تم تعيين معالي مريم بن تحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة الدولة في حكومة الإمارات وتعيين معالي عمر بن سلطان العلماء مديرا عاما لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى مهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعية وتعيين سعادة عبدالله ناصر لوتا رئيسا لمجلس التنافسية ومكلفا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة وتعيين معالي نور الكعبي وزيرة الدولة ومعالي حصة بحميد وزيرة الدولة في الحكومة الاتحادية وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة عن شكره وتقديره لمعالي نور الكعبي ومعالي حصة بحميد على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية مشيرا سموه إلى أنه سيتم تكليفهم بملفات جديدة ومتمنيا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة اشتركوا في القناة